صحيح جداً كتاب القسام أطلقت ستة صواريخ من منطقة خان يونس جنوب قطاع غزة تجاه تل أبيب ووسط إسرائيل الصواريخ سقطت على ما يبدو في معظمها في إسرائيل أحد الصواريخ أصاب منطقة في مدينة حولون القريبة من تل أبيب أدى إلى أضرار مادية كبيرة وإلى إصابة إسرائيليين بجراح طفيفة نتيجة لشضايا الصاروخ وفق الإسعاف الإسرائيلي يأتي هذا التطور الملفت عملياً ربما بسبب مناسبة الذكرى السنوية الأولى للحرب على قطاع غزة وربما كان متوقعاً لكن هذه القدرة إطلاق صواريخ متوسطة وبعيدة المدى تبقى ملفتة كما يقول حتى الإسرائيليون حالياً بالإضافة إلى ذلك كانت أطلقت أربعة صواريخ صباح اليوم أيضاً على غلاف غزة الجيش الإسرائيلي قال إنه اعترض ثلاثة صواريخ منها بواسطة منظومة القبة الحديدية ليس مستبعداً أن تتكرر المحاولة اليوم بإطلاق صواريخ اتجاه وسط إسرائيل سواء من قطاع غزة أو من لبنان ومناطق أخرى أيضاً ليس مستبعداً وبالتأكيد في الذكرى السنوية الأولى للسابع من أكتوبر إسرائيل بكامل أنظمتها ودفاعاتها على أهبة الاستعداد وبالتالي كيف نجحت بعض الرشقات الصاروخية بعض الصواريخ في الوصول إلى إسرائيل هذا صحيح هذا صحيح عملياً دفاعات الجوية فشلت في اعتراض هذه الصواريخ التي أطلقت من جنوب قطاع غزة وهذا يبقى ملفتاً لأن إسرائيل أصلاً في حال تأهب قصوى لإمكان أن تقوم بضرب إيران وأن يكون هناك رد إيراني وبالتالي الدفاعات الجوية الإسرائيلية مستنفرة ولكن دائماً تحدث مثل هذه الأمور بمعنى لا توجد تغطية كاملة ورد كامل على إطلاق الصواريخ لدى إسرائيل على الرغم من وجود منظومات دفاع متطورة في كافة الأحجام وإلى أكثر من مدى هذا يتكرر ويحدث في الكثير من الحالات أمس أيضاً هنا في حيفا سقط ساروخ أطلقه حزب الله على حيفا أدى إلى بعض الإصابات أيضاً وإلى أضرار مادية سقط في وسط مدينة حيفا أيضاً بالنسبة للتطورات الأخرى ونحن نتحدث اليوم في الذكرى السنوية الأولى للسابع من أكتوبر وأي حراك داخل الشارع الإسرائيلي على المستوى الشعبي على المستوى السياسي في هذا اليوم؟ طبعاً خلافاً لما يحدث على الجبهة الشمالية من حرب يؤيدها الإسرائيليون حول الحرب على غزة هناك انقسامات حادة جداً بين الإسرائيليين إلى درجة أنهم اختاروا في معظم الأحوال أن يقوموا بمراسم خاصة لهذه الذكرى بعيداً عن الحكومة الإسرائيلية العائلات أعلنت عائلات الأسرة أنها تقاطع المراسم الرسمية المسجلة لن تكون مراسل ببث مباشر تقيمها الحكومة الإسرائيلية ربما بسبب الانتقادات الكبيرة التي وجهت للحكومة بأنها تقيم مراسل في ذكرى كهذه وهي المسؤولة عن هذا الإخفاق عملياً وبدون أن تكون قد عادت كامل كل الأسرة والمحتجزين لإسرائيل تبقى 101 نصفهم وفق المعلومات في إسرائيل قتل والنصف الآخر مهدد وبالتالي هذا الأمر لا ينفك يعني يبقى في اهتمام الشارع الإسرائيلي الذي أيضاً يهاجم نتنياهو في هذه الجزئية حول ما يحدث في الشمال بأنه يحاول دائماً الهروب في توسيع رقعة الحروب في كافة الاتجاهات بدلاً أن يذهب إلى صفقة تبادل فورية لربما إخراج ما تبقى من إسرائيليين في قطاع غزة وزياد أبقى معك في قطاع غزة وفي مداخلة سابقة ذكرت بأن ما يحدث في قطاع غزة من تحركات إسرائيلية لافتاً للغاية بعودة إسرائيل مرة جديدة تتموضع وتتعامل مع قطاع غزة كما الأيام الأولى من هذه الحرب الإسرائيلية على القطاع هذا صحيح عملياً الملفت أن إسرائيل تتحدث تقريباً كل أسبوعين بأنها قضت على كتائب حماس في رفح وفي خان يونس وفي الشمال وما إلى ذلك ومن ثم تعود إلى تلك المناطق في هذه العمليات هذه العملية البرية تبدو لافتة مرتين المرة الأولى لأنها تبدو تنفيذاً لما يسمى خطة الجنرالات وهي تقوم على الفرضية بأن حماس ربما تكون قد أعادت قوتها بشكل أو بآخر في شمال قطاع غزة جندت آلاف الشبان الفلسطينيين إلى صفوفها مجدداً يتواجدون في تلك المناطق وفي الأنفاق وبالتالي الخطة الإسرائيلية هي ضرب حصار على شمال قطاع غزة وعملية برية نشطة لمنع وصول أي مساعدات طبعاً مع تهجير كل السكان المدنيين من تلك المنطقة وربما الإبقاء على المقاتلين في شمال قطاع غزة تحت حصار شديد ومنع إدخال أي مساعدات إنسانية تدخل إلى هؤلاء الأمر الثاني غير المعلن أن إسرائيل على ما يبدو كان لديها مخاوف أو معلومات جزئية بأن حماس ربما كانت تخطط في السابع من أكتوبر اليوم أن تقوم بعملية محدودة إدخال بعض المقاتلين مجدداً إلى مستوطنات الغلاف وربما هذا يفسر الانتشار السريع والعملية السريعة التي شنت على شمال قطاع غزة براً من حيث الدبابات الإسرائيلية والقوات الكبيرة التي تشارك زياد أذهب معك إلى الحدود الشمالية لإسرائيل الجنوبية للبنان وعلى مدار الأيام الماضية كانت إسرائيل تقوم بعمليات برية محدودة هل في نفس الإطار تبقى هذه العملية الأخيرة البرية والتي أعلنتها ثلاث مناطق إسرائيلية عسكرية في مقابلها مناطق أخرى من الناحية الأخرى من لبنان هل ما زلنا نبقى في إطار العمليات البرية الإسرائيلية المحدودة؟ وما الهدف منها؟ كما تقول إسرائيل نعم أولاً عندما تسمعين كلمة فرضت منطقة عسكرية مغلقة على ثلاث أو أربع مستوطنات هذا يعني أوتوماتيكياً بأن قوات برية ستدخل من تلك المنطقة هذا عملياً هو الإجراء الذي يتخذه الإسرائيليون هذا لا يقع بعيداً عما نراه في الأيام الأخيرة في العملية البرية التي يتم تنفيذها فرقة الكوماندوس 98 وهي التي تقوم بالقتال الأساسي وبالإضافة إلى فرقة أخرى من الاحتياط تساندها على ما يبدو بأن هناك الآن رغبة في توسيع رقعة العمليات البرية كانت إسرائيل تعمل في محيط سبع قرى لبنانية في الأيام الأخيرة تريد أن توسع هذه العملية وهذا سيتم لاحقاً أيضاً في مناطق أخرى ستسمعين منطقة عسكرية مغلقة والجيش يعلن عملية برية في تلك المنطقة وهكذا هناك ثمانين كيلو متراً تقريباً من هذه الحدود وبالتالي هذا الأمر ستسمعينه كثيراً باعتقادي لا تغيير دراماتيكي في العملية البرية الإسرائيلية حالياً ما زالت تسير ببطئ وبحذر شديدين ولكن مع ذلك نشير دائماً إلى أنه لا ضمانة أن لا تقوم إسرائيل في نهاية المطاف بربما توسيع رقعة العمليات فجأة والوصول إلى خط الليطاني وبالتالي حالياً العملية البرية كلها في الحيز الضيق الذي يفصل القرى اللبنانية المباشرة على المستوطنات الإسرائيلية الواقعة تماماً على الحدود أبقى معك كازيات في سؤال أخير وتصرحات الجيش الإسرائيلي عن زيارة قائد القيادة الوسطى الأمريكية لإسرائيل وأنها تتمحور حول إيران وما الذي يعني ذلك؟ بأن كل الجهود الأمريكية الآن منصبة على عدم تصعيد الأمور فقط مع إيران وتترك لإسرائيل حرية الحركة فيما يتعلق بغزة وبأيضاً لبنان لا عملياً الولايات المتحدة لن تملع رداً إسرائيلياً على إيران تريد أن تتحكم بحجم وطبيعة هذا الرد هذا صحيح ولهذا قائد المنطقة الوسطى للجيوش الأمريكية التقى رئيس الأركان الإسرائيلي بالأمس ربما أيضاً لإعطاء مؤشر لإيران بأن هناك دعماً أمريكياً بأن الحلف الدولي الذي تقوده في المنطقة الولايات المتحدة لتصد أي هجمات باليستية إيرانية ما زال يعمل وما زال قائماً ربما لا يقنع إيران بأن لا ترد على الرد الإسرائيلي لأن فكرة تبادل الضربات الباليستية والغارات الإسرائيلية هو آخر أمر تريده الولايات المتحدة حالياً وكي تحاول ربما أن تفسد بين مزدوجين على نتنياهو هذا الرد وحجم هذا الرد استدعت على عجل وزير الدفاع الإسرائيلي إلى واشنطن على ما يبدو الأمريكيون يريدون أن يمارسوا ضغطاً على جلانت لربما منع أو تخفيف وطأة الرد الإسرائيلي حالياً مكتب نتنياهو لا يسمح لجلانت بالسفر غداً إلى الولايات المتحدة حتى هذه الساعة نعم ونبقى معك زياد فقط أشير إلى هذه الأخبار العجلة التي تريدنا عن إعلام إسرائيلية تحدث عن سماع انفجار قرب السفارة الإسرائيلية في الدنمارك إذن هناك إعلام نقلاً عن الإعلام الإسرائيلية تحدث عن انفجار تحديداً على بعد 500 متر من سور السفارة الإسرائيلية في الدنمارك هل من تفاصيل يعني يمكن هل متوقع هل إسرائيل متوقع أن يكون هناك ردات فعل ليس فقط في الداخل الإسرائيلي ولكن في سفاراتها في مناطق مختلفة زياد بدون أدنى الشاك معظم السفارات مغلقة تقريباً وهي تحت حراسة مشددة واستنفر الأمن فيها تماماً منذ فترة إسرائيل تأخذ فرضية قوية بأن تقوم إيران أو حزب الله حتى بالرد بضرب سفارات إسرائيلية عملياً للتذكير إسرائيل اتهمت حزب الله بتفجير السفارة عملياً في أفريقيا السفارة الإسرائيلية وهذا الأمر نتيجة اغتيال موسوي الأمين العام في حينه لحزب الله بالتالي مثل هذه الأمور تأخذ بالحزبان وإن كانت عملياً ليست قوية الاحتمالات كما هو واضح انفجار على بعد 500 متر من السور هذا لا يعتبر تهديداً كبيراً للسفارة في الدنمار شكراً جزيلاً مدير مكتب الحدث في فلسطين زياد حلبي كنت معنا من حيفا